في الرؤى السياسية بشأن ملفات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار هي أهم ما تمخضت عنه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا حيث بدت موسكو في هذا الصدد مستعدة لتكييف سياستها مع تطلعات الرياض كما يرى محللون روس أعتقد أولا بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو تعتبر بلا شك زيارة تاريخية ومن شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية السعودية نظرا لدور الدولتين البارز والمرموق في الشؤون الدولية وفي حل مختلف الملفات الدولية والإقليمية تصدر الاقتصاد مشهد الزيارة فجاءت الاتفاقات ومذكرات التفاهم نتاجا طبيعيا معبرا عن التطلعات والرغبة المشتركة في دفع العلاقات إلى مستوى غير مسبوق حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات منها مجال الاستثمار فضلا عن التعاون التقافي بين وزارة التقافة والإعلام السعودية ووزارة التقافة في روسيا والتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية كما لم يغب النفط أيضا عن المشهد وكان حاضرا بقوة حيث اتفق البلدان على تعزيز أسعاره في السوق فضلا عن المشروعات المشتركة في هذا القطاع الذي يعد العصب الرئيس لاقتصاد البلدين إن زعيمينا يدعمان عملنا المشترك مع الجانب السعودي ونحن لدينا كل الظروف والإمكانيات لنقوم بالفعل بالمحافظة على أسعار النفط من أهم نتائج الزيارة في الجانب العسكري والدفاعي الاتفاق على إمداد الرياض بأحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 وأنظمة كورنت A-M المضادة للدبابات وراجمات صواريخ وقاذفات قنابل ليس هذا فحسب بل شملت الاتفاقات نقلاء وتوطين تكنولوجيا التصنيع العسكري الروسي إلى المملكة وهو ما يؤكد أن البلدين الكبيرين لن يكتفي بعلاقات سياسية واقتصادية وتقافية متينة رائد الأغبر الإخبارية موسكو اشتركوا في القناة